اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية من علاقات تاريخية مميزة وتعاون ثنائية وأشار سموه إلى الحرص على مواصلة تعزيز مسارات هذا التعاون على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الإقضابية اليوم بحضور سموه الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلسي أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق الركن أذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان معالي الفريق أول ركن سيد عاصم منير قائد الجيش بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة الذي يزور البلاد لحضور الحفل الختامي لتمرين مكافحة الإرهاب الذي تنظمه وحدة العمليات الخاصة بالحرس الوطني وقد رحب سموه بقائد الجيش الباكستاني الذي نقل إلى سموه تحيات وتقدير فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة السيد أنوار الحق كار رئيس الوزراء وأطيب تمنيتهما للمملكة بدوام التقدم والازدهار فيما أبلغه سموه بنقل تحياته وتمنيته إلى فخامة الرئيس الباكستاني ورئيس وزرائه ولشعب باكستان الشقيق بالمزيد من التطور والرفعة مشيدا سموه بعمق العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الممتدة وما تشهده من تقدم على مختلف المستويات مؤكدا على أهمية مواصلة ترسيخ دعائم التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وخلال اللقاء تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك والسبل تعزيز التعاون الثنائي إلى جانب المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية منوها سموه بالدور الحيوي لجمهورية باكستان الإسلامية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة من جانبه أعرب قائد الجيش الباكستاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بتعزيز مسارات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية وبخاصة ما يتعلق بالتعاون العسكري والدفاعي متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر